بالواقع عدد خبراء الدستور في لبنان أصبحوا بعدد خبراء السير وكل فريق سياسي عنده خبراء الدستوريين يلي بيعبروا عن وجهة نظره بالواقع متما تفضلت بسؤالك المسألة السياسية وليست دستورية بالمعنى ويتم التلطي وراء النصوص الدستورية والتفسيرات المختلفة للكلام في السياسي والاتخاذ مواقف في السياسي أنا بقراءتي البسيطة جدا الدستور يقول ما يلي يصدر مرسوم تشكيل الحكومة أو يصدره رئيس جمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة وبالتالي وبكل اختصار الرجلين محكومين بالاتفاق لا أحد منهما يستطيع أن يتفرد بتشكيل الحكومة هكذا يقول الدستور وبالتالي طالما هاتين المرجعيتين ما بدهم يعدوا سوا ويحكوا ويفوتوا للآخر وما يخرجوا إلا بتشكيل حكومي سيبقى الموضوع على ما هو عليه المسألة بالسياسي المسألة ربما مرتبطة بأمور بالخارج وبرجع أقول لك أنا من دعاة لبنانة هذه الأمور أصبحنا بحاجة ملحة إلى مقاربة الثغرات الدستورية وإجراء تعديلات في الدستور ليس بالضرورة من باب الصلاحيات وإنما خصوصا من باب المهل يعني بعض حكومات تصريف الأعمال عمرة بتصريف الأعمال أكتر من عمرة وقت كانت مكتملة الأوصاف ما في مهلة لتشكيل الحكومي ما في مهلة للرئيس المكلف تماما كما ليس هناك مهلة لرئيس جمهورية ليدعو إلى استشارات نيابية ملزمة يعني الموضوع أنا ما بيخذه من زاوية أنه والله هذه انتقاص من صلاحيات هذا الفريق مع الخلفيات المذهبية والطائفية اللي بتجي دايما معه أنا بشوفها من باب أنه انتظام الحياة الدستورية والسياسية أصبح غير ممكن في ظل هذه النصوص التي تترجم بطريقة مختلفة ولا ننسى أن المجلس الدستوري لم يعطى عام تسعين عندما أنشئ لم يعطى صلاحية تفسير الدستور وبالتالي من يفسر مجلس النواب في الجلسة الأخيرة لم يرغب في الذهاب إلى أبعد من ما شهدناه من كلام لم يؤدي إلى أي خرق في جدار المراوحة الحكومية ترجمة نانسي قنقر